على مسؤولين منزوليين يعملون على تقويض الدبروماسية وهؤلاء يحاولون إصمات المعارضة وتحقيق نصر للمرشحين من النظام ووصول هؤلاء الأشخاص سيتم تجميدها والشركات الأمريكية يمنع أو يحضر عليها التعامل معها كذلك ستواصل الولايات المتحدة ووضع هذه العقوبات على هؤلاء الأشخاص حتى يعيدوا الأمور إلى نصابها وسنحاسب من يحاولون تدمير الديمقراطية في فنزوليا وحرمان الشعب الفنزولي من الازدهار والرخاء الذي يستعقنه أمر آخر حدث في اليونان اليوم وأقلقنا جدا وهو أن اليونان قامت بإطلاق صراحي رهابي مدان تم إدمته وهو ديمتري كوفدانس حيث تم إطلاق صراحه لمدة يومين وهو التهم وأدين بارتكاب عدد من الجرائم منها قتل الملحق الدفاعي في السفارة الأمريكية وسفارتنا في أثينا عبرت عن قلقها الشديد بشأن ما قمت بحكومة اليونان إذن هو ديمتري كوفدانس إذن تم إطلاق صراح بعض الأشخاص لمدة قصيرة لكنهم فروا إذن كان ينبغي أن يخرج من السجن لمدة يومين لكنه لم يعود إذن نحن نعرف بأنه لن يعود أمر آخر أود أن أذكره وهو يتعلق ببرامج ريادة الأعمال للشباب يسعدنا أن نستضيف 250 رائد أعمال من دول في أمريكا اللاتينية والكاريبي في منتدى مبادرة الزمالة الأمريكية أو ما يسمى BYLAI خلال الأسبوع الخمسة الماضية تم نشر هؤلاء الرواد من الشباب في شركات ليتعرفوا على أبرز الممارسات ونتائج تلك التجربة هي خلق شراكات وشبكات المشاري أن تعزز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبلدان هؤلاء الشباب هنا لك عدد من المثل التي أود أن أذكرها هنا رانيال تريبو من أدمريكا ربيكو قام بتصميم نظام يعمل على أو بناشط مشروعه في مجال أطباعة الثلاثية كذلك 53% من المشاركين من النساء وفيرانيكا رودريغس من ألقوي قامت بتعزيز مهاراتها ونتوقع أن يعودوا إلى بلدانهم ويوظفوا هذه الخبرات والتجربة الجديدة في بلادهم غدا لن أكون متواجدة هنا واحتفالا بيوم المحاربين القدامى وخصوص هؤلاء الذين خدموا في الزارة الخارجية وكذلك أقدم التحية للعسكريين الذين يخدمون في السفرات والقنصريات الأمريكية ونحن نفخر بالمحاربين القدامى وهناك أكثر من سبعة آلاف شخص من المحاربين القدامى يخدمون في وزارة الخارجية وفي قطعات عدة مثل الخدمات العامة والخدمات الأجنبية ونحن نثمن التنوع الذي يجلبه العسكريون المتقاعدون وسيتم تنظيم حدثين لتكريم المحاربين القدامى والعسكريين السابقين وذلك لتكريمهم وتكريم عائلاتهم سيتم التركيز على موضوع قدرة العسكريين على الصمود وفي هذا نحن نثمن خبراتهم وتجربهم وما يقومون به من إثراء لوزارة الخارجية وأثناء حضوري قابلت شخصاً قال أنه خدم في سلاح الجو ما بين عام 2068 إلى 1970 وسألته كيف ستحتفل غدا؟ قال أنني سأكون على رأس عملي غدا لذلك أقدم له التحية وأقدم له الشكر على خدمته وعلى عمله ونحن نعبر عن خالص انتناننا لكل من خدموا في السلك العسكري من الرجال والنساء والآن أفتح المجال لألاسلة لنبدأ بمنطقة الشرق الأوسط وأمر يتعلق بالسعودية هل أتيح لوزارة الخارجية التواصل مع أي مسؤولين سعودي؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي الرسالة التي حاول أن يوصلها لهؤلاء المسؤولين؟ بشأن طبعاً قضايا مختلفة سائدة في السعودية قضايا محلية وكذلك الوضع في اليمن ولبنان وغيرها دعني أبدأ بالقول أن وزير الخارجية تيلرسن تحدث إلى وزير الخارجية السعودية الجبير يوم الثلاثة وطبعاً لن أخبركم عن ما دار في ذلك الحديث وربما هذا يحبطكم كثيراً لكن أقول أن جزء من الحوار تضمن الاعتراف بأن السعودية هي شريك قوي للولايات المتحدة ونحن ندعو ونحث المملكة العربية السعودية لمقاضات وملاحقة المتهمين بالفساد بشفافية وعدالة وهذا لا يختصر فقط عن السعودية بل على دول وبلدان أخرى أما فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والملاحقات القضائية هذا أمر تقرره حكومة المملكة العربية السعودية وكما تعرفون وزير الدفاع ماتس تحدث مع نظره والرئيس ترامب تحدث أو تصل بالملك السعودي قبل أيام فيما تعلق باليمن أحد القضايا التي يتابعه وزير الخارجية عن كثب هي الوضع الإنساني السائد في اليمن وحيث نشهد شحا شديدا جدا في المواد الغذائية وفي هذا الوضع الذي هو من صنع الإنسان وكذلك تفشي وباء الكوليرا والإعلان بأن الموانئ والمرافق سيتم إغلاقها أو الحد من قدراتها هذا أمر يبعث على قلقنا الشديد لأن الشعب اليمني ليسوا هم المذنبين وليسوا هم من وراء الأوضاع والصراع نريد أن يصل الغذاء والدواء والمعدات لتدخل الموانئ والمرافق البحرية فهذا هو مصدر لوصول الغذاء والاحتياجات ونريد أن تتفاقم معاناة الناس إذن هل أوضح وزير الخارجي والمسؤولين الأمريكيين الآخرون هذا الأمر هذا هو الغرض من هذه الاتصالات المستمرة نحن على تواصل مع جهات مختلفة إضافة إلى السعوديين عبر هذه الاتصالات عن بوعث قلقنا وخواجسنا ونعرف أن الولايات المتحدة قدمت الكثير في أشياء الإنسان ونريد لذلك أن يصل إلى مستحقين سؤال عن اليمن أنت تحدثت فقط عن الموانئ والمرافق لكن أيضا المجال الجوي مغلق بالكامل إذن أنا لا أعرف النسبة ما يدخل عبر الحدوء عبر الموانئ وعبر هل قمتم بالطلب من السعودية بأن تفتح الموانئ لأن الشعب اليمني لن يستطيع نحن نريد وصولا غير محدود للبضاء والسرع إلى اليمن هذا لم يتغير هذا موقفنا ولم يتغير ونحن ندعونا إلى ذلك قبل أشهر وما زلنا ندعو إلى ذلك اليوم إذن هل تدعمون الدعوة الأمم المتحدة لفتح الموانئ فورا لم أطلع على ذلك التصريح الأمم المتحدة دعت إلى فتح الموانئ والمجال الجوي والمطارات وهذا قلقنا لوقت طويل بأن هذا قد يتطور إلى تصاعد إلى مجاعة والوضع على شفير المجاعة فهناك شح ونقص شديد جدا في المواد الغذائية والبعض يقول أن هذه أبرز كارثة إنسانية في العالم ولكن أنا سمعتم مثل هذا التوصيف ما تقولينه وأنه خرج من الأمم المتحدة فهو يتسق مع قلقنا بشأن أهمية وصول المساعدة الغذائية والأدوية إلى الداخل اليمني سؤال عن لبنان واليمن هل تحدث وزير الخارجية تيلرسن مع نظره بشأن الأوضاع في لبنان ووضع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وما إذا كان حر في عودته إلى لبنان وهل صدر عنكم تحذير للرعاية الأمريكيين أظن أنه لك تحذير يخص بليمن روبرت هل تتحققون من ذلك؟ هذا صدر في شهر سبتمبر الماضي إذن لا جديد على هذا الصعيد أنا قلت أن هناك تحذيرات تتعلق بها سفر إلى عدد من البلدان إذن سنتحققكم من الأمر ونعود إليكم بشأن الأوضاع الكلية في اليمن أود أن أذكر بأن القائم بالأعمال الذي يخدم في سعودية كريس التقى برئيس الوزراء الحريري وتحدث إليه ولا أستطيع أن أطلعكم على مدارة خلال ذلك الحوار أو مواضيع التي نقشت لكن التقينا به أما فيما يتعلق بوضعه إذا ما كان معتقلا أو تحت الإقامة فهذا أمر بين السعودية والحريري وأخيلكم إلى حكومة الحكومة السعودية والسيد الحريري إذن هل هو محتجز؟ معتقل؟ لن أصف الوضع لن أربط الوضع بهذه الكلمة لكن حيث يقيم أو حيث هو موجود إذن هل يقيم في غرفة أو في وضع مرفه؟ لا أعرف تماما أين هو لكن لا أستطيع أن أؤكد أين التقي به القام بالأعمال؟ لا أعتقد أنه يسمح لي أن أذكر ذلك لكن سأتحقق من الأمر إذن هل هو لم أتحدث إلى القام بأعمال عبر ذلك عن ذلك اللقاء إذن كما تعرفون الموضوع حساس والوقت حساس إذن اللقاء حدث وأؤكد لكم أن ذلك اللقاء حدث ولا أستطيع أن أوفيكم بالتفاصيل ستحقق بشأن مكان إقامة أو أهل إذن هل طرح هذا الموضوع في الاتصالات مع نظير وزير الخارجية؟ نعم هل تشعرون بأن الاستقالة والخطاب الذي ورده؟ هل هذا يجعل الصدام مع حزب الله حطميا؟ لا لا نتحدث عن هذه الأمور هذه أمور حساسة جدا ولا ندخل في أمور افتراضية في الوقت الحالي هل الولايات المتحدة تدعم قرار رئيس الحريري بالاستقالة؟ لا استطيع أن أعلى أقل ذلك إذن وزيران في الحكومة اللبنانية قالا بأنه معتقل ضد إرادته لا أستطيع أن أؤكد ذلك كما ذكرت هناك مسؤولون حكوميون يصدرون بيات صحفية ولا تكون صحيحة بالضرورة إذن هناك تحذير بشأن أسفر إلى لبنان هل سيكون هناك تحديث لذلك الحضر أو التحذير؟ إذن زملائي زملائي تحقق قامل الأمر إذن هو قائم منذ فبراير السبع عشر من فبراير هذر بشأن لبنان الرئيس الرئيس الفرنسي ماكرون سيسافر إلى السعودية ليلتقي بالملك سلمان هل هناك تنسيقهم مع الفرنسيين بشأن لا علم لدي هل تفكر الإدارة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية هل تفكر في تغيير تعاطيها مع لبنان وصيما بعد استقالة الحريري هل هناك أي نقاش بشأن أن الولايات المتحدة ستغير من موقفها لا علم لدي سؤال آخر بشأن لبنان عدد من بلدان المنطقة من بينهم الكويت حذرت رعاياها من السفر إلى لبنان وهذا حدث اليوم بعد أن فعلت السعودية ذلك التخمينات والتكاهنات بأن هناك شيء قادم يتعلق بحرب أو قتال في لبنان هل أنتم قلقون أولا وهل لديكم أي تعقيب أو تعليق على التطورات المتسارعة في المنطقة نقول أننا نتابع الوضع عن كثب في المنطقة ولدينا علاقات جيدة مع رئيس الوزراء الحريري ومع الحكومة اللبنانية وكما تعرفون كان في الولايات المتحدة بداية هذا العام والتقى بالرئيس ومسؤولين أمريكيين ولا نتوقع بأن علاقاتنا ستتغير نتيجة لما حدث كما ذكرت نحن نتابع الأخبار وهناك بعض البلدان التي اتخذت قرارات تحذر أو تطلب من رعاياها مغادرة البلاد وهذا حق سيدي لهذه الدول وهذه البلدان وهذا ما سنقوم به مرعايان إذا ما تطلب الأمر ذلك إذن لكل دولة الحق في اتخاذ مثل هذه القرارات لحماية رعاياها ومواطنها لكن هذا يتعلق بأظروف السائدة نحن ندعو إلى وقف أي شكل من التصعيد أو التهديد على هذه الساحة لكننا أيضا ندرك بأن لكل حكومة أن تتواصل مع رعاياها وإذن هذا أمر سيادي ولكل بلد الحق في الطلب من رعاياها مغادرة بلد ما إذا ما شعرت أن ظروف سهدم إذن هل نقش المعلومات الاستخبارية وزير الخارجية ووزير الخارجية السعودي بأن الصاروخ الذي أطلق باتجاه السعودية هو صاروخ إيراني وهل الأمر إذن هذه قضايا استخبارية وأترك الأمر عند ذلك سؤالة عن رقم السعودية العام الماضي الولايات المتحدة بدأت بالعمل مع وزارة العدل السعودية لتعزيز وتطوير نضائهم القضائي هل هذه الإجراءات ما زالت قيمة أم تأثرت جراء ما حدث مؤخرا لا علم لدي إذن ربما هذا جاء قبل التحاق بهذا المنصب ولا علم ما استطيع قوله هو أن القلق بشأن الفساد في السعودية ليس بجديد ونحن تابعنا ذلك بشكل وثيق ونتابع هذا الأمر أما فيما يتعلق بتطوير النظام القضائي فلا علم لديه بذلك نعم العراق الأسبوع الماضي البرلمان العراقي وافق من حيث المبدأ على قانون يسمح بالسماح يسمح بزواج الفتيات القصر بعمر تسع سنوات واليوم عضو في البرلمان الكردستاني رفض ذلك وقال أن هذا القانون لن يتم تطبيقه في كردستان لأنه يطبق قوانين خاصة ما هو تعقيبكم؟ أولا لا نعقب على مشاريع قرارات في الدول المختلفة لكننا نرفض تماما ونرفض فكرة زواج الفتيات القصر لأشخاص راشدين ومنذ وقت قريب أدنى ما كان يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية من استغلال للفتيات القصر ونحن نرفض فكرة أن يتزوج شخص بالغ فتاة قاصرة أو طفلة سؤال آخر المصرف المركزي العراقي ذكر بأن جميع المصارف العراقية التي تعمل في كردستان أو في إقليم كردستان يجب أن توقف أعمالها ما هو تعقيبكم على ذلك؟ هل هذا يشبه حربا اقتصادية كالتي ذكرتها؟ نعم أنا طلعت على تقرير هذا الصباح وننستطيع أن نؤكد ما ورد فيه إذن نقتصر على التعامل معه على أنه تقرير وأقليم كردستان هو تابع لسلطة المركزية العراقية إذن هل أوضحتم موقفكم الرافض لمشروع القرار هذا؟ نحن على تواصل كبير مع السلطات والحكومة العراقية وأعتقد أن أمر مثل هذا ويعرفون نظرتنا ورأينا تجاهها هو السفير يلتقي بالمسؤولين العراقيين واتصالتنا الحالية تتعلق بوحدة الأراضي العراقية وديمقراطيتها لكن إذا ما كان هذا الموضوع قد أثير أم لا لا أعلم لكن أعرف أن هذا الموضوع ناقشه البرلمان في السابق ولم يتم تمرير مشروع هذا القانون ما هو موقفكم إذا الأزمة بين بغداد وأربيل وبغداد ترفض الجلوس إلى الأكراد بعد تجميدهم لنتائج الاستفتاء أنا لا أتفق مع مضامين السؤال لكن أنا أعرف أنهم يتحاورون وهذا أمر جيد بأن يعود العراقيون كوحدة واحدة وأن يقوموا بحل الأمور والخلافات على نحو سلمي إذن نحن جميعا ضمن هذا التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة القوات الكردية وقوات البشمرقة لا ليس لدي أي شيء بشأن الحوارات العسكرية هل تقومون بالوساطة بين العراق وأربيل بين بغداد وأربيل نعم نحن على تواصل مستمر وأحيلك إلى عدد من الإجازات السابقة حيث ذكرنا بأن وزير الخارجية تيلرسون على تواصل في السابق مع سيد برزاني مؤخرا وكذلك مع رئيس الوزراء العبادي وسافر الأمريكي يقوم بالأمر نفسه كل يوم تقريبا أي تعليق بشأن مؤتمر بروكسل مؤتمر حلف شمال أطلسي وزراء الدفاع والقرار بشأن إرسالي 3000 جندي إلى أفغانستان هل تعتقدون عن ذلك من شأن أن يحل المشاكل أنك لا إجابة لدي لأن كل ما يتعلق بإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان فهذا يندرج تحت اقتصاز وزارة الدفاع لكننا بشكل عام نحن قلقون جدا بشأن الأوضاع الأمنية في أفغانستان وتحدثنا عن هذا الأمر سابقا وهنا صحفياني وأود أن أقدم تعزية إليك باعتبارك أفغانية وأقدم تعزية بشأن الصحفيين الذين لذاني قضايا نحفهما نحن ندرك أن الأوضاع الأمنية صعبة جدا وأفغانستان بحاجة إلى الالتزام لتوصل إلى حل سلمي لكن الحكومة أيضا لا تعتقد ولا تؤمن بأن الحل العسكري هو الحل للأوضاع في أفغانستان الآن وفي ظل وجود رئيس الوزراء التركي هنا في واشنطن وبيانة التي خرج ويتضمن قلق الولايات المتحدة بشأن سجناء ومحتجزين في تركيا رئيس الوزراء قام بعمل رائع جدا وأقصد ذلك بكامل الاحترام من خلال توضيح بعض القضايا التي تعد مهمة ليس فقط بالنسبة للأمريكيين ولكن بالنسبة للعالم خصوصا فيما تعلق بالقيم الديمقراطية و نائب رئيس التقى برئيس الوزراء التركي يلدرم وأنا سأقرأ في البيت الأبيض نائب رئيس مايك فيلس التقى برئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم لتأكيد العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا وعبره عن عملهم بأن هذا اللقاء سيخلق آفاقا جديدة في الهلاقات والتصدي للتحديات وأكد على المصالح المشتركة بين المنطقة المتحدة وتركيا بشأن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ونائب رئيس أيضا شكر رئيس الوزراء لإسهامات تركيا في الحرب ضد تنظيم الدولة وأكد على التزام الولايات المتحدة الوقوفي بجانب تركيا ضد تهديدات حزب العمال الكردستاني وغيرها من التهديدات ودعا إلى إطلاقي صراح من تم اعتقالهم لم أكن متواجدة في ذلك الاجتماع وهذه المعلومات المتوفرة لكنني أعرف أن رئيس الوزراء أو نائب الرئيس محتمون جدا بموضوع الأمريكيين المحتجزون في تركيا أي أسألة أخرى القضية الفلسطينية الإسرائيلية أغلق عددا من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية هل لديكم أي تعقيب سيما وأنكم عبرتم عن دعمكم لحرية التعبير و إذن هذا أمر مهم بالنسبة إلينا نحن طلعنا على هذا التقرير وما حدث في فلسطين ووحيلك إلى الحكومة الإسرائيلية للأسئلة المحددة لكن بشكل عام وكما عشرت نحن أصدرنا بيانا بشأن أهمية حماية حرية الصحفيين وحرية التعبير وهذا من شأن أن يعزز الوضع ونحن نريد لهذه الأصوات بأن تستمر في التعبير عن رأيها القناة الإسرائيلية العاشرة ذكرت بأن وزير الخارجية السابق جون كيري عرض خطة أو ألقى باللائمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجمين نتنياهو لعدم عمله على لا علم لدي بأن رئيس وزير الخارجية السابق تحدث عن هذا الموضوع إذن موضوع السلام الفلسطيني الإسرائيلي هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للجارة الأمريكية والرئيس من خلال السيد كوشنر والمبعوث الخاص حاول أن يجمع طرفي المسألة إلى طاولة المفوضات لبث الحياة في عملية السلام موضوع السلام الفلسطيني كان مثار اهتمام لكثير من مزراء الخارجية السابقين ونعرف أن الرئيس الحالي يريد إعادة إحياء فكرة التوصل إلى السلام خلال إدارته وأعرف أنه متفائل ولو لم يكن لديه شغف بذلك لما أرسل المبعوث الخاص جرين بلاك وصهره كوشنر ولذاني قضياء وقتا طويلا هناك والجميع متفائل بشأن الوصول إلى حل نعرف أن هذا الموضوع موضوع حساس وهذا يستدقي قناعة كلا الطرفين الجلوسي إلى طاولة المفاوضات وتقديم بعض التضحيات وبعض التنازلات وهذا هو جوهر أي مفاوضات ونحن يحدون الأمل بأن تسير الأمور إلى حل دعني مهلا وزارة الخارجية أنا قلت وزارة الخارجية وعلى الدوام تدعم أي اجتماعات يعقدها مسؤولون أمريكيون نقوم بإطلاعهم ونحن نشارك في كل مراحل الاجتماعات واللقاءات وهناك كما ذكرت الكثير والكثير الذي يحدث ونحن نحاول أن نقدم المساعدة لجميع هناك عدد من المسؤولين رفيحي المستوى طلب من الرئيس وعدد من المسؤولين الروس أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولون في وزارة الدفاع أسمع هذا الأمر للمرة الأولى ولا أعلم الكثير عن ذلك إذن سأتوقف هنا أو لن أدلي بدلوي سؤال بشأن كوريا الشمالية هناك تقرير نشر اليوم ويشير إلى مفاوضات سياسية ودبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وأن هذا هو أن هذا يمثل فرصة لأتوصل إلى حل وعدم اللجوء لحل العسكري نعم نطلعت على ذلك التقرير وكانوا لك بعض التعقيبات والتعليقات في جلسة غير رسمية ويحدون الأمل بأن يتمكن الناس من الحديث بشكل غير رسمي لكن بشكل عام الرئيس ووزير الخارجية واضحاني بشأن موقفنا من كوريا أجمالي نحن ندعم نزع الأسلحة أو جزيرة كوريا خالية من الأسلحة النووية ونحن لا نسعى إلى أسقاط أو تغيير النظام أو نهياره ولا نسعى إلى تسريع توحيد كوريا ولا نريد لقواتنا أن تتجاوز خط العرض 32 ولكن الرئيس ووزير الخارجية واضحا بأن هذا ليس وقت الحوار إذا أظهرت كوريا الشمالية جديتها واهتمامها بنزع الأسلحة النووية فإننا سنمضي نحو الحوار لكن نظام كوريا الشمالية لم يأتي أي مؤشرين نعم ربما هنا لكي تقدم بشأن العقوبات ووزير الخارجية ورئيس الأمريكي أشار إلى ذلك أن حملة الضغط بدأت تؤتي ثمارها وبدأت تضغط على الاقتصاد الكوريا الشمالي نعم هذه الأمور تأخذ وقتا إذن ونحن سعيدونا بمزيد من الضغط الذي تبديه كوريا الجنوبية واليابان وكذلك ما يمكن أن تقوم به دول أخرى من خلال تضييق الخناق على الموارد المالية لكوريا الشمالية والرئيس الأمريكي والرئيس الصيني قدم بعض الضمانات بشأن التزام الصين ودول وبلدان أخرى تجاه العقوبات التي صدرت عن مجلس الأمن ونعتقد أن الصين تتخذ إجراءات في الاتجاه الصحيح لكننا نتطلع نحو المزيد بعد خمسة وعشرين يوما من عدم إطلاق كوريا الشمالية لأي صاروخ هذا يعطي مؤشر بأنهم يتحلون بضبط النفس هل ترون ذلك مؤشرا على الالتزام قبل كوريا الشمالية أنا أود أن أذكر مثالا من حياتي الأسرية عندما يتوقف ابني عن ضرب ابني الآخر لوقت لفترة طويلة لا أطري عليه ولا أمدحه لأنه ضبط نفسه والرئيس قال ولا تذكر الكلمات بحد عينها لكن عندما ذكر بأن كوريا الشمالية لم تطلق أي صاروخ لفترة ما هذا الأمر جعله يشعر بالتفاؤل نأمل أن تتوقف كوريا الشمالية عن مثل هذه ممارسات ولا تقوم بأي إجراءات تصعيدية نريد أن نرى فترة هدوء أطول وهذا ما لديه بهذا الأمر نأمل أن تستمر فترة التهدئة عندما قلنا أننا سنعرف الأمر عندما نرى طبعا كوريا الشمالية مؤخرا قامت بإجراءات تصعيدية وسأعود إلى ما ذكرناه سابقا وأقول أن هذا ليس وقت الحوار وليس وقت المفاوضات سننتظر إلى الوقت المناسب والوقت غير مناسب الآن أنا أشعر وكان ابني امتلكان أسلحة نووية في المنزل هل حدث هل حدث أي تصعيد بين عائلتك بين أفراد الأسرة أنت محظوظ لأن لك ابنة إلا لقضيت وقتا طويلا في غرفة الطوارئ سوريا لم نتطلب ابني سيحضراني الليلة إذا أردتم أن تحتني بهم نستطيع أن نستمتع بوقتنا بين الحين والآخر وأن نمزح اليوم الجيش السوري تجاوز آخر عقبة آخر عقبة في الحرب ضد تنظيم الدولة وتحدثون عن احتلال أو الاستلال على مدينة البوكمال المقابلة لمدينة القائمة على الطرف العراقي هل هناك أي حديث أو ربما نظرة عام عن الوضع الحالي غريك مكورك موجود في المنطقة ولا أدري إن كان قد صدر عنه أي شيء وهو موجود في بروكسل اليوم ليلتقي بوزير الدفاع الأمريكي ماتس ونظرائه للحديث عن جهود وإسهامات التحالف الدولي في حربه ضد تنظيم الدولة والذي وصل عديده إلى 73 دولة إذا لا دعوني أقول لكم بعض المعلومات بشأن ذلك الاجتماع هذا يأتي على هامش اجتماعات حرف شمال أطلسي ومكورك أطلع وزراء الدفاع عن آخر المستجدات بشأن الحرب ضد تنظيم الدولة بما في ذلك عمليات التحرير وإعادة الاستقرار وهو سيعود إلى واشنطر غدا هذه المعلومات المتوفرة لكن بشكل العام في الحرب ضد تنظيم الدولة كما نعرف الحملة وعين على ال鉄ى وصحة 工作 تسعون بالمئة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها تنظيم الدولة في منطقة الرقة téléphone السار delicious أتحدث عن الموصل في العراق والرقة 90% من الأراضي التي كانت تسيطر عليها تنظيم الدولة تم تحريرها وهذا نصر كبير ما زال الطريق طويلا وكثيرون سألوا ما إذا كان الرئيس ووزير الدفاع سيجلسان إلى الرئيس بوتين لمناقشة هذا الموضوع كما ذكرت هذا ليس ضمن الجدول الزمني للرئيس هذا موضوع نريد أن نتناقش بشأنه ونتفقه لمناقشة مناطق وقف إطلاق نار جديدة وقد حدثتكم عن النجاحات التي حققها التحالف ومناطق وقف إطلاق النار التي صمدت منذ شهر يوليو الماضي وإذا ما ندعم مباحثات جنيف التي يقودها السيد استفان ديمستورا ونعتقد بأن عملية جنيف هي طريق الأسلم تحت مظلة قراراتي أو قرار مجلسي الأمن والشعب السوري هو من سيقرر من سيقود البلد وهذا ما زال بعيد المنال لكننا بدنا أقرب المعركة لم تنتهي ونحذر الجميع علينا أن نتحلى بالصبر صائب سأل بشأن مدينة بوكمال على الجانب العراقي وكما تعرفونها هي حررت عصائب الحق التي يقودها قيس الخزعلي كنت أريد أن أسأل عنه المرة الماضية طبعا هو كان مسجونا لقتله أمريكيين ومجلس الشيخ ومجلس النواب وصفاه باعتباره مقاتلا بالوكالة إذن ما هو تعقيبكم على مثل هذه القوات التي تحارب ضمن قوات الحشد الشعبي وهذا قد يتيح المجال لإيران لأن تجد طريقا نحو لبنان نحن ندركه وإذا ما تحدثتم إلى بعض أصدقائنا في المنطقة فهم من يتفقون مع الولايات المتحدة بأنه إيران هي أصل المشكلة وأينما تتواجد إيران تتواجد المشاكل وهذا أمر طبعا الميليشيات يجب أن تقاتل والقانون ينص على أن هذه الفصائل يجب أن تقاتل تحت قيادة رئيس الوزراء والقوات لا أريد أن أعلق على ذلك هذا أمر ضمن اختصاص وزارة الدفاع علينا أن نختم ما هو رد فعلكم بشأن التهديدات من قبل نظام الأسد ضد قوات سوريا الديمقراطية نحن متواجدون في سوريا ووجودنا في سوريا لقتال تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية كانت وحدات أساسية خبيرة في القتال وهي تتألف من العرب والسنة والتركمان والأكراد وهم قاموا بعمل رائع جدا ومتميز في معركة تحرير رقة نختم بهذا شكرا لكم